قوة عضلة القلب أن أنت عضلة قلبك تضخ دم أحسن وتدخل أكسجين أحسن للعضلات وللجسم بصورة عام وفي حاجة اسمها ده أقصى حاجة الجسم أو أقصى حاجة القلب بيقدر يوصل لها أقصى ضربات قلب الجسم بيقدر يوصل فده أنا بشوف الوصول لها ده حاجة كويسة مش حاجة وحشة في ناس تقولك إيه أنت التمرينك أن الهارت ريت بتاعي مثلا 150 فأنا لازم من دلوقتي أهدي التمرين لأ زيد تزيد بس طبعا ما تبقاش رسا مبتدئ وتزود إحنا بنحسبها إزاي إنتا بيبقى ليه كلامة برضا كيف تنحسبها؟ نحسبها إزاي ليها معادلة 220 للرجال 220 ناقص العمر ده الماكسيموم هارت ريت بتاعك بغض النظر عن وزري؟ بغض النظر عن وزنك وللسيدات 200 ناقص الثاني يطلع لك الماكسيموم هارت ريت هو ده الرقم المثالي هذا الماكسيموم اللي تجري توصل له ولا يعني آه طبعا يا ريت تقدر توصل له بس طبعا لو حد لسه بادئ ما نصحش إنه هو يخش فيه على طول يعني هو أصلا هيبقى صعب إنه هو يوصل له الهارت ريت هو هذا اللي يطلع في في الساعة وكيف أقدر أعرف إن عدرت القلب جيدة ولا أشوف الماكسيموم هارت ريت بتاعك قد إيه هل أنا قريب من الرقم ده ولا بعيد عن الرقم ده وإنت كمان هتحسها مش كأرقام يعني هتحسها على يومك ماشي إزاي هتحسها على حركتك ماشي إزاي أنت برضو بتحس أنت كنت الأول قبل التمرين تحس أنت تعبان على طول خملان مش قدر تتمرن بقى أقل مجهود بتتعب لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب